مملكة المتحدة ترحل أول طالب لجوء إلى رواندا في أول عملية من نوعها تقرير بريطاني أكد أن سلطات رحلت اللاجئة بشكل طوعي بعد أن رفضت طلب لجوءه وفقا لصحيفة The Sun وذلك بعد أن فشلت محاولته بالبقاء في بريطانيا نهاية العام الماضي وحصل على 3000 جنيه للمساعدة بموجب برنامج مخصص لأولئك الذين تم بحث ملفة لجوئهم في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدم بها رحلت المملكة المتحدة إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها أكد تقرير بريطاني أن اللاجئ فشلت محاولته بالبقاء في بريطانيا نهاية العام الماضي وحصل على 3000 جنيه للمساعدة بموجب برنامج مخصص لأولئك الذين تم بحث ملفات لجوئهم وتم نقل المهاجر الأفريقي إلى كيغالي عبر رحلة تجارية الاثنين الماضي وهذه هي المرة الأولى في تاريخ بريطانيا التي تقوم فيها الحكومة بترحيل لاجئ وصل إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية إلى رواندا بعد إقرار مشروع قانون لوقف قوارب المهاجرين من زواحل فرنسا إلى أراضي المملكة المتحدة وكانت الحكومة البريطانية تبنت الأسبوع الماضي قانونا مثيرا للجدل يتيح لها فعليا أن ترحل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية في حين أن الجمود التشريعية يبقى العقبة الأخيرة في مسار تبني الخطة المثيرة للجدل والتي واجهت معارضة قضاء المحكمة العليا وانتقادات نشاطاء حقوق الإنسان الذين يقلون أنها غير قانونية وغير إنسانية بينما تعهد المدافعون عن المهاجرين بمواصلة معارضة الإجراء وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد أعلن البدء في إرسال طالب اللجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعا وأكد بدء تسيير رحلات دورية شهريا لنقل آلاف اللاجئين على أن تقلع أول طائرة خلال أقل من ثلاثة أشهر اشتركوا في القناة تفع اعتماد قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين من المملكة المتحدة إلى رواندا بالعديد منهم لتوجه إلى إرلندا حيث باتوا يقيمون في خياما وسط العاصمة دابلن ونصب المهاجرون حوالي 100 خيمة أمام مكتب الحماية الدولية الذي يتولى معالجة طلبات اللجوء منذ أن توقفت الحكومة الإرلندية عن توفير السكن لطالب اللجوء قبل بضعة أشهر وسط أزمة الإسكان المتفاقمة وتزيد المشاعر المناهضة للمهاجرين هذا وحاولت السلطات الإرلندية إخلاء الخيام ونقل المهاجرين إلى مكان آخر تتوفر فيه ظروف إقامة أفضل استقليت عبارة من ليفربول إلى بيلفاست عاصمة إرلندا الشمالية انتقلت منها إلى دبلين استقليت الطائرة إلى بيلفاست قبل انتقال إلى دبلين على مسل حافلة رواندا ليس شامل الآن لا أعرف ماذا أفعل لا يوجد مأوة لكنني أشعر بالأمان في بلدي هناك طالبان ولا أستطيع أن أشعر بالأمان في المملكة المتحدة لماذا غادرت بلدي أفغانستان إذا كانوا سيرسلونني إلى هناك نحن هنا لنبقى التهديد بالترحيل إلى رواندا يمنع المهاجرين من البقاء في بريطانيا رواندا تشبه باكستان أو أفغانستان إنها بلد فقير مثل بلدنا حيث الاحترام لحقوق الإنسان نناقش هذا الملف مع ضيفنا من لندن هذا المساء القانوني المتخصص في شؤون الهجرة واللجوء أحمد سعدون أستاذ أحمد مساء الخير أهلا بك معنا في الأخبار ليلة على شاشة الحدث ترحيل لاجئ واحد إعطاؤه ثلاثة ألاف جنيه ذهبوا على طيران عادي وطيران تجاري وبالتالي هنا السؤال الأول الذي يطرح قبل الأسئلة حول أوضاع اللاجئين هو هل أن ملف الهجرة في بريطانيا هو حقيقي أو أنه الآن يستخدم لأهدف انتخابية سواء بالانتخابات المحلية أو العامة المرتقبة كل شكر للامتنان زميلة لارا وشكر موصول لكادر قناة العربية الحدث على التغطية الإنسانية لهذا الحدث المرعب لدائرة الهجرة البريطانية للأسف ريشي سوناك سقط في امتحان إنساني كبير أنا أسميه وهو بدأ في الحلقة الضيقة لطالبي اللجوء طبعا مثل ما تفضلت حضرتك هذا العمل وهذا ما قام به هو لأسباب سياسية بحته المشكلة أنه بريطانيا من حقها أن تحافظ على منها القومي من حقها أن تحافظ على اقتصادها لكن لا تذهب إلى الحلقة الإنسانية الأزمة المستمرة لطالبي اللجوء للعراقيين وسوريين وأفغان كان بالأحرى في بريطانيا أنه عادت عندما قاموا بهذا الكلام مسؤول عنه قانونيا عندما أطاحوا بنظام صدام حسين أتوا بوجوه صفراء فساد مالي وإدالي شهادات مزورة دمروا العراق بطريقة مبرمجة مريضة في نفس الوقت كذلك الوضع في سوريا الوضع في اليمن الوضع في ليبيا هذه التفاصيل الوضع في السودان كذلك خطير غير خافي عن حضرتك الآن ما حصل يعني هو ردت فعل سلبية اتجاه آخر قرارين اتخذتها المعكمة الدستورية العليا عندما أقرت بعدم قانونية الترحيل بعدم وجود ضمانات أمنية في راوندا المشكلة أنه تتخيلي وزير الداخلية الحالي جيمس كليفرلي هو من أصول سيراليون كذلك بريتي باتيل من أصول هندية بريفرمان من أصول هندية يعني هي المشكلة أنه هؤلاء وريشي سوناك كذلك هؤلاء وصلوا إلى بريطانيا قبل عشرات السنين وحصلوا على حق الإقامة والتجنس واندمجوا بالمجتمع فأصبحوا ناس لهم بالفعل في الحياة العملية القصد من كلامي نعم تفضل أكمل الفكرة الآن السبب الكبير الذي دعا بريطانيا أن تتخذ هكذا قرار لأنه فرنسا تعاملت مع هذا الملف تعامل غير قانوني وغير إنساني بحيث كانت لا تساعد بريطانيا وبلجيكا كذلك والسويد كذلك والدنمار كذلك المشكلة الآن لحد هذه اللحظة حتى الترحيل هذا الشخص الأفريقي هي تكتم عليه الإعلام البريطاني وحتى وزارة الداخلية لأسباب كثيرة أمنية وسياسية لأنه هذا هو شاب أفريقي لو أعطيتيه ثلاثة آلاف باون سترليني ما يعادل أربعة آلاف دولار يعني يعتبر هذا مبلغ في نفس الوقت أنه في نهاية التقرير تكلمتي عن أنه الآن إيرلندا دبلن تحديدا غصت بطالبين لجوء عراقيين ومصريين وسوريين هذا طبعا تسرق هذا سؤال أخر أستاذ أحمد بس أسرق بمعليش بموضوع إيرلندا سأعود إليه ولكن بمتابعة موضوع بريطانيا يعني الآن رأينا القرار وفعليا بدأ تنفيذه بشكل أو بآخر ولكن من سيشمل هذا القرار يعني اليوم قلت حضرتك وعدت عدة مناطق مشتعلة فعليا هل سيشمل كل اللاجئين بهذه الحالة الذين قدموا منذ ما بعد هذا القرار أو منذ التاريخ الذي عين هل يشمل ترحيل من هم بخطر من أتوا كأشخاص عليهم خطر بدولهم مثلا نسأل عن السوريين هنا طبعا سؤال في غاية الأهمية يشمل هذا القرار هو فقط العزاب أي شخص وصل إلى بريطانيا وهو مع عائلة مع زوجته سوف لن يشمل بهذا القرار أي شخص الآن ملف موجود في دائرة الهجرة أو لديه محكمة أي استئناف ضد قرار الرفض هذا سوف لن يرحل في نفس الوقت القرار بتعقيدات قانونية لأنه لا بد أن يحصل تصديق من قبل الملك خلال 12 أسبوع حتى يكون بالفعل ساري المفعول في نفس الوقت يستثنى منها الحالات الإنسانية عندما يكون هناك تقرير من الطبيب ومن المستشفى لأن هذا الشخص وضع النفسي والطبي غير جاهز إلى الترحيل وهناك تبعات كبيرة إنسانية في حالة وصوله طيب باختصار شديد إذا بتسمع هل إيرلندا قادرة على استيعاب هذا العدد وماذا ستفعل هي فعليا بالتعاطي معهم للأسف إيرلندا غير قادرة على استيعاب آلاف اللاجئين أنه اللي يحصل هو هذا تبعات سلبية لإتقاذ هذا القرار كان بإمكان بريطانيا إيجاد جهة أخرى غير رواندا صحيفة التايمز البريطانية والإندباندت قالوا أنه كثيرا مئات طالبي اللجوء من رواندا قد قبلتهم دائرة الهجرة لعدم موجود هنا لأنه كانوا معارضين إلى حكوماتهم فهذا الأمر وبالمناسبة ريشي سوناك سوف يدفع ثمن باهظ على هذا التصرف الغير إنساني شكرا لك ضيفنا من لندن القانوني المتخصص في شؤون الهجرة واللجوء أحمد سعدون